الإطار التنسيقي يتفكك عملياً هذا ما تؤكده المعطيات على الساحة السياسية في العراق واتضح ذلك التفكك خلال مفاوضات تشكيل مجالس المحافظات عقب الانتخابات الأخيرة للمجالس حينما بدأ الصراع على المناصب بين اتلاف المالكي وميليشيا العصائب بزعامة الخزعلي وميليشيا بدر بزعامة العامري وتكشف مصادر سياسية عن وجود اتفاق مسبق بين قوى الإطار في بغداد على آلية توزيع المناصب في جميع محافظات الوسط والجنوب فضلاً عن ديالا وبغداد قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات لكن ما حصل وفقاً للمصادر نفسها هو تدافع قوى الإطار في المحافظات على المناصب ما تسبب في ضياع رئاسة محافظات البصرة وكربلاء وواسط من أحزاب الإطار وتغيير ميزان القوة في محافظة ديالا بعد أن تصارعت عليها ميليشيا بدر مع قوى أخرى انهيار الإطار الذي جمع تلك القوى عزته مصادر سياسية إلى أن رغبة هؤلاء في الحصول على مناصب تنفيذية كانت أهم من المحافظة على وحدة الإطار ما يدل على أنه سياسياً لم يعد ورقة مفيدة بالنسبة لزعمائه المهوسين بالمناصب وأرباحها الآتية من خزينة الدولة وعادت القوى المشكلة للإطار إلى وضعها السابق قبل تشكيله حيث يعمل نور المالكي وصهره ياسر سخيل في فريق سياسي لا يخفي طموح المالكي لرئاسة الحكومة فيما يعد صهره لوزارة الداخلية وعبر المالكي في حوار متلفز عن استعداده لرئاسة الحكومة من جديد والتعاون مع التيار الصدري في العودة للمشاركة السياسية الحال نفسه بالنسبة للخزعلي زعيم العصائب حيث يعمل بمفرده بقوة سياسية معولاً على التحالف مع السوداني فيما شكل عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة مع رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي فريقاً سياسياً لا يعول في خياراته على الإطار التنسيقي ويعبر مراقبون عن توقعهم بأن يكون مصير الإطار مثل مصير ما سمي البيت الشيعي الذي شكله أحمد الشلبي بعد احتلال العراق عام 2003 والذي سرعان من فرط عقده بعد أن حصل كل حزب فيه على غنيمته من أموال الدولة